فالمقاتل إذا ما عند الياقة بدنية ما يقدر يرفض أبصد مهام ليكلف بها من أجل متابعة الياقة البدنية لضباط ومراتب الجيش العراقي عقدت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش مؤتمرها السنوي لضباط الصنف والعاملين به بحضور معاون رئيس أركان الجيش للتدريب وعدد من ضباط الصنف لمختلف الوحدات من جانبه معاون رئيس أركان الجيش للتدريب أثناء على الجهود الكبيرة التي يفذلها هذا الصنف من أجل النهوض باللياقة البدنية لضباط ومنتسبي الجيش العراقي هذا الصنف البطل الذي له دور فعال ودور كبير في تطوير تدريب الجيش العراقي وتقديم أفضل ما يمكن من وسائل الحديثة لرفع الياقة البدنية لدى صفوف الجيش بشكل عام تخلل المؤتمر عرض الإنجازات والفعاليات التدريبية والرياضية التي تم إنجازها في العام الماضي ومناقشة الخطط المستقبلية للعام المقبل التي أعدت وفق مذكرة التدريب البدني التي من شأنها الحفاظ على اللياقة البدنية والقوام الرشيق للمنتسبين تم الفتاح من قبل السيد معارس كان الجيش وأثناء في كلمته على أهمية هذا الصنف في القوات المسلحة وأهمية موارسة التدريب البدني وتطرق السادلة على أهمية الحفاظ على الأوزان والدورات التي فتحت من قبل المدرية التدريب البدني لينقاس وزن للضباط والحمد لله كان هناك نجاح وتقدم في الدورة الأولى للضباط من ملازم إلى نقيب وحاليا الدورة خاصة من رائد إلى مقدم المفتشية العسكرية كان لها دور كبير وبارز في تفتيش الوحدات وتلافي ومعالجة السلبيات وتشخيص المعاضل وتذيلها ووضع الحلول المناسبة لها من خلال مجموعة التفتيش لصنف التدريب البدني كان المفتشية دور رئيسي وبارز في أثناء تفتيش الوحدات دور في معالجة السلبيات وتشخيص المعاضل وتذليلها ووضع الحلول لها وكذلك متابعة توجيهات السيد رئيس أركان الجيش التي تخص معالجة السلبيات وخاصة موضوع زيادة الوزن للمقاتلين ويعتبر صنف التدريب البدني من الصنوف المهمة لما فيه من رفع القابلية البدنية والقدرة القتالية للضباط والمراتب في الجيش العراقي من خلال المشاركة في الفعاليات والبطولات والمهرجانات التي تقيمها مديرية التدريب البدني لإعلام وزارة الدفاع الملازم مصطفى علي اشتركوا في القناة